أهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية بتعملنا لهذا اليوم وأتمنى تكونون بخير، شلونكم؟ شخباركم؟ هاليوم نريد ناخذ تعمل عن شخصية كثير مهمة في الكتاب المقدس اللي هو أبونا إبراهيم قصة أو وحدات أبونا إبراهيم مذكورة في تبدي في السفر تكوين في الكتاب المقدس وبعدين الله بيدعي أبونا إبراهيم خلينا نقرأ من الكتاب المقدس من سفر تكوين صاحف معاش أول ثلاث آيات من واحد إلى ثلاثة بنشوف شنو اللي بيصير عن أبونا إبراهيم اللي هو كان اسمه أبرام قبل ما يكون إبراهيم مكتوب بسفر تكوين صاحف معاش وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فإجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض الأحداث بتبدي وياد دعوة الله لأبونا إبراهيم ونتيجة الطاعة نتيجة المطاوعة للدعوة اللي الله أعطاه لأبونا إبراهيم بنشوف أنه فعلا إبراهيم عمل اللي الله طلب من عنده والله باركه وبعدين بيوعدة أنه راح أباركك يا إبراهيم بالرغم أنه إبراهيم كان متزود سارة وسارة كانت عقيمة كانت عاقر لكن بنشوف أنه فعلا الله تمسك بوعوده وبارك وبلغ إبراهيم بأن من خلالك راح تتبارك جميع قبائل الأرض شنو كان السر بالموضوع السر هو كان الطاعة الطاعة اللي أبونا إبراهيم طاعة الله بيها والله يريد فعلا يباركنا الله يريد فعلا يقودنا الله يريد نكون أحنا بركة للي حولينا للمجتمع اللي بيه لكن محتاجين أن نكون مطاعين لالله الله أمين في وعوده في دعوته في محبته لإبراهيم ولإلنا لكن أحنا المحتاجين أن نجي ونقول له يا رب أنا أريد أكون طائع لتعاليمك لطلبك لوعودك إليه أحنا بود أن تكون أنت سبب بركة بالعالم اللي أنت عايش به خلينا نصلي ونطلب بركة من رب فعلا أنه يباركنا ويساعدنا أن نكون طائعين إله يا بان السماوي أحنا فعلا ناس يا رب محدودين يا رب أحنا فعلا محتاجين أن ننطيعك أكثر وأكثر بحياتنا اليومية أصلي بإسم المسيح من أجل كل واحد كل وحدة من أجل نفسي يا رب أنه ساعدنا أن نكون فعلا مطاعين لكلمتك لكي ما تباركنا وتبارك الناس والمجتمع اللي إحنا موجودين به يا رب أحنا نعرف أنه تريد تبارك العالم من خلال أولادك وبهناتك أشكرك يا رب من أجل المثال اللي موجود في الكلمة عن أبونا إبراهيم ساعدنا يا رب أنه فعلا نقدر نطيعك حتى بهالأيام بإسم المسيح وصلي آمين آمين رب معاك و الله يريد استغدامك فعلا بإسم المسيح وصلي آمين ترجمة نانسي قنقر بإسم المسيح وصلي آمين